رغم سيطرة ميليشيا الحوثي على ميناء الحديدة الذي يمثل نقطة ارتكاز مهمة باستراتيجية إيرانية زاد الشغف الحوثي مع الرغبة في التحكم بأهم الممرات الدولية عبر تهديدها وتلغيمها وتحويلها إلى حقول ومتفجرات ومن أجل تحقيق المضامع الإيرانية عملت طهران على تزويد أدواتها الإرهابية في اليمن بالقوارب المفخخة والألغام البحرية المحرمة منظمة التعاون الإسلامي أدانت المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية في تهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر مستنكرة في بيانها ما فعلته جماعة الحوثي من زراعة لغم بحري جنوب البحر الأحمر قبل أن يتم اكتشافه وتدميره مؤخرا وهو أمر يهدد حركة الملاحة والتجارة العالمية على حد سوى التحالف أكد تمكن الفرق الهندسية من إزالة تدمير 207 ألغام بحرية نشرتها الميليشيا الحوثية عشوائيا مبينا أن هذه الألغام إيرانية الصنع تستخدمها الميليشيا منذ بدء حربها في اليمن وأوغلت في زراعتها في البر والبحر وحولت معظم المناطق إلى حقول موت تتربص بالأبرياء ودائما ما ترغب إيران في توظيف وسائل ضغط جديدة لصالح مشروعها التدميري في المنطقة وجعل ضرق التجارة العالمية مهددة باستمرار ولم يكن التواجد الحوثي في البحر الأحمر إلا أحد الأهداف التي سعت إيران لتحقيقها في المنطقة وتسبب الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر في رفع شركات التأمين من قيمة التغضية للسفن التجارية نظرا لكونها منطقة عالية المخاضر من 12 إلى 15% ويؤدي هذا الرفع إلى زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية ضمن سياسة التجويع التي تمارسها ميليشيا الحوثي ترجمة نانسي قنقر